بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين موضوع محاضرتنا لهذا اليوم سوء الحفظ والاختلاط نبدأ بسوء الحفظ ونبدأ بتعريف سيء الحفظ فنقول هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطائه ولسيء الحفظ نوعان وهما إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه فهذا يسمى المختلط حكم رواية سيء الحفظ أما الأول وهو من نشأ على سوء الحفظ فروايته مردودة وأما الثاني أي المختلط فالحكم في روايته التفصيل الآتي ما حدث به قبل الإختلاط وتميز ذلك فمقبول وما حدث به بعد الإختلاط فمردود وما لم يتميز أنه حدث به قبل الإختلاط أو بعده فيتوقف فيه حتى يتميز معرفة من اختلط من الثقات الإختلاط في اللغة فساد العقل يقال اختلط فلان أي فسد عقله كما في القاموس أما اصطلاحا هو فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمن أو احتراق كتب أو غير ذلك بناء عليه للمختلطين أنواع النوع الأول من اختلط بسبب الخرف مثل عطاء بن السائب الثقافي الكوفي النوع الثاني من اختلط بسبب ذهاب البصر مثل عبد الرزاق ابن همام الصنعاني فكان بعد أن عمي يلقن فيتلقن من اختلط بأسباب أخرى كاحتراق الكتب مثل عبد الله ابن لهيعة المصري حكم رواية المختلط يقبل من رواية المختلط ما روي عنه قبل الاختلاط ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط وكذلك ما شك فيه أنه قبل الاختلاط أو بعده معرفة من اختلط من الثقات فن مهم جدا تكمن فائدته في تمييز أحاديث الثقة التي حدث بها بعد الاختلاط لردها وعدم قبولها هنا سؤال هل أخرج الشيخان أي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ثقات أصابهم الاختلاط نقول نعم ولكن مما عرف أنهم حدثوا به قبل الاختلاط صنف في معرفة من اختلط من الثقات عدد من العلماء كالعلاء والحازم ومن هذه الصفات كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط للحافظ إبراهيم ابن محمد صبت ابن العجمي المتوفى سنة ثمانمية وواحد واربعين للهجرة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم